اشتركوا في القناة نائب رئيس مدينة نوراك والسيد شاي دينوف فضل الدين مدير محطة نوراك للطاقة الكهرمائية واستمع سعادة الوزير خلال الزيارة إلى شرح منفصل عن عمل محطة سد نوراك حيث اشاد سعادته بالتقنيات المستخدمة في المحطة لتوليد الكهرباء لافتن إلى تميز النموذج المستخدم في طاجكستان لتحقيق الاستفادة القصوى من الثروات الطبيعية لزيادة الانتاج الزراعي وتوسيع القدرة التصنيعية بالبلاد ترجمة نانسي قنقر